ويشهد اللقاء الودي المرتقب بين منتخبي تونس والمغرب غيابات بارزة في صفوفهما حيث يشهد نصور قرطاج غياب المدافع ديلان براون الذي تعرض لإصابة ستحرمه من المشاركة في المباراة المقررة ثلاثاء المقبل أما المنتخب المغربي فسيحرم من جهود ثنائي متميز في المباراة وهما حكيم زياش ويونس بالهندا بسبب إصابتهما في مباراة الكاميرون التي أخيمت يوم الجمعة الماضي في الجولة الخامسة من تصفية كأس أمم أفريقيا 2019